موسيقى انت مغامر جدا في حياتك وبتجرب حاجات كتير مختلفة احكي لي ايه اغرب حاجة جربتها او عملتها والله انا مش عارف انا مش شخص مغامر قوي انا برضو في الاخر انا برج الطور يعني طيلا تحطني في حتة كده وابقا متأمل هبقى مبسوط اوكي مشاركتك في دراما رمضان السنائي دي مع محمد رمضان تعتبرها مغامرة؟ طبعا مشاركتي مع محمد رمضان بالنسب لي طبعا مغامرة انا معانيك مكبير وممثل قوي جدا بيعمل اي حاجة يعني دايما اي حد بيطلع معاه بيبقى مختلف وجديد فهي المؤدية تبقى اجمل مغامرة بصراحة السنائي ممكن تغامر وتغير حاجة في شكلك او جسمك عشان دور؟ يعني ممكن تدخل مثلا ممكن تخلي واحد انت واحد تاني خالص؟ طبعا طبعا بحاول اعمل ده وبحاول اعمل لكل شخصية كمان جسم وتاريخ للشخصية فيزيكل يعني اوكي فيه ناس كتير بتشبهك بعمر الشريف ربنا يا خليه لو اتعرض عليك تجسد قصة حياته هتغامر مغامرة دي وده لا طبعا ده حاجة تشرفني جدا جدا اوكي طب بما ان النهاردة مغامرتنا فيها تايران عاوزينك تقول لنا هيبقى اسمك ايه لو هتبقى سوبر هيرو بالطير اه طائر المحلق اوكي اوكي اساس طائر المحلق احنا كده خلصنا اسئلتنا وعشان تاخد تأشورت المغامر دلوقتي هنروح نختبر سببتك اللي انفعالي وقواتك كالمغامر بVR تست ونشوف ايه يحصل انا بخاف جدا من الVR تست ده يعني انا ممكن اعمل سكاي دايب بس ما خالر ري VR تست فرا مش عارف ايه اللي يحصل ببنسا طبعا دوقاتي هنشوف ايه يحصل اوكي جاهز؟ ماشي ماشي شاطر يا ماجدي جامد ادخل جوبة دايرة انا جاهز بقولك للا تجامد لتعلي كالطبع بس والاحساس ديني بس الاحساس سرع بقى د Izzi سرع أكثر ما هذا الشطرة يا مجدي؟ تعال تعال أيضا شت أوف، هذا مرحب كما أنت على طول كده تخش جواف أيضا جامد خلاص، أنت كده تماما كما رأيت الدخلة بين الجبلين؟ أيضا وكما أنت بعدها خلاص، 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 جامد جدا مجدي، ما شاء الله عليك، أنت طلعت مغامر قوي يعني ما رأيته ليس شخصاً خبرة، خبرة طبعاً فدلوقتي أنت مغامر بالنسبة 95% اه، حسنا وده سيجد لقب مغامر مشتهل خلاص فأنت دلوقتي جاهز لتأشرة المغامر هتأخذ باسبورك وستسلم لهم هناك ده أبر حاجة لكن قبل أن نخرج على الطائرة هل تريد أن تسجل فويس نوت وليس سنسمعها فيما أمامك لما تنزل هناك في الطائرة أوكي، أوكي فدلوقتي أنا هخلع وأنت كامل مع نفسك طلع على موزايل وعمل فويس نوت أنا أقول لنفسي في فويس نوت دي موسيقى المدلي، قبل أن نطلق على مغامرتنا أريد أن نعرف منك من كان نفسك يكون معك دلوقتي ويعيش معك المغامرة طب أنا بالنسبة لي دايما أحسن ناس أحب أبقى معاهم هي عائلتي أبابايا ومامتي وأخواتي وبتاع البنات بس طالما أن ده يبقى صعب فأنا دايما ببروح لصحابي عندي اثنين ثلاثة صحابي كده هم الدول اللي دايما بيحمسوني وأحب أبقى معاهم طب قل لي إسم أحب أبقى معاهم يعني في طبعا طاها وفي موك الكبير وموك الصغير طب 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 أعايزك تكذبنا أنا حد منهم دلوقتي وتعايش معنا مغامرة وتوريلوا أجواء الدنيا وتقولوا أن أنت هتعمل سكايدو عبن وشوف هوا يقول لك إيه هكلم أحمد موك الصغير أحمد أبو حميد حبيبي إزايك يا صديقي حبيبي الحمد لله كله قوي أنا هنزل بالبراشوت هنطف بالبراشوت كمان شوية فعلا أيوة بصراحة أنا كنت مستني اليوم دا بالزمان وهنط من الغردقة على سهل حشيش مستعد؟ أنا مستعد وتخيل بقى المنظر اللي واحد هيشوفه يعني مش عالف اللي هيبقى أكيد حاجة جميلة جدد حبيبي حميد حبيبي حميد حبيبي حميد يالله هطمنك لما نزل موسيقى موسيقى